وحيدة مع ماكنة الخياطة بعد أن تخلى عنها الأهل والأقارب بسبب إصابتها بالروماتيزم المزمن الذي أعاق يديها وأقدامها أمل أحمد لم تفقد الأمل فنزحت من محافظة الحديدة إلى العاصمة صنعاء منذ أكثر من أربع سنوات هربا من الحرب للكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة إرتفع أعداد ذوي الإحتياجات الخاصة في اليمن إلى نحو خمسة ملايين شخص حسب منظمة هانديكار التي تتوقع أن يكون العدد الفعلي أكثر من ذلك بسبب الحرب نحن الأشخاص دور العاقة نمر بظروف صعبة نتيجة للأوضاع التي كانت بسبب الحرب التي حصلت في اليمن وتأثر الأشخاص دور العاقة تأثر سلبيا على المستوى المختلفة اجتماعيا وصحيا وتعليميا ويفتقر ذوي الإحتياجات الخاصة في اليمن إلى الحماية والدعم والرعاية بالتزامن مع الانخفاض الكبير للموارد المتاحة لا سيما خلال تسع سنوات من الحرب الملايين من ذوي الإحتياجات الخاصة في اليمن يحملون ندوب الحرب وآلامها ويعانون من التجاهل والإقصاء وعدم توفر المراكز المناسبة للمعالجة والتأهيل فضلا عن قلة فرص العمل نبيل اليسوفي الحرة صنعا